تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش وذلك قبل أيام من عودة انتظام العمل بها بدءا من الثامن والعشرين من يناير الجاري واستمع رئيس الوزراء لتوضيح حول قرار عودة انتظام العمل في مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش الذي يأتي تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي في إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة وفيما يتعلق بأعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية التي تم تنفيذها فقد جاء تطوير في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة وخاصة وزارة العدل من خلال تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة